حمل وزير الداخلية السوريين مسؤولية مقتل منسئ القوات اللبنانية بجبال باسكال سليمان وطلع بأوسع خلاصة ممكنة الوجود السوري هو المسؤول عن تزيد الجرائم هذه الجريمة ارتكبها سوريين ويمكن من أسبوع أو من عشر أيام في جريمة بالأشرفية كمان ارتكبها سوريين ما أعلن الوزير أن التحقيقات خلصت بس استكمل مسار التخريض على السوريين بالمقابر رفضت القوات اللبنانية من مبارح اختزال الموضوع لمجرد جريمة واعتبرتها اختيال سياسي حتى إثبات العكس بس على الأرض مناصرية القوات من سجموا مع توجهات لإيادة واعتدوا على سوريين لمجرد أنهم سوريين استكمل مؤتمر المولوي اليوم بيان الجيش اللي بيقول أن المشاركين بالجريمة من الجنسية السورية ما حدد المرسؤولين بس حدد المشاركين بس طلع الجيش بيانهم بارح خالف لحد الأدنى من المهنية وحسم أنه سرقة قبل التحقيق ونشر جنسية الأشخاص اللي اعتقلهم كأنه عم بيدعي للتحريض عليهم دغري بعد خبر اختطاف باسكال سليمان طلعت ريويت متضاربة وتتقاطع على خلق كبش محرق بلشت عملية تضليل وتشكيك بالدوافع ونكبت سلسة سيناريويت على السوشل ميديا وبموايعة إخبارية بتنفي أي دافع سياسي لخطف باسكال من مشاكل ديون وإمار لعند قتل بسبب وظيفته ببونك بيبلوس أخبار كيزبة وبيان متسرع من الجيش بيانين متضربين من الرئيس الحكومة وفوقاً اطلالي لأمين عام حزب الله اللي بينفي فيها علاقة الحزب بالموضوع بيهدت حزب القوات اللبنانية والكتايب هاي خطوة خطيرة جداً 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 حتى ينقطع النفس بكل هالمواقف اللي شغلتها تضيع الموضوع الأساسي بيبقى فيه أسئلة علقانة بكل هالروايات ليه قررت العصابة أخذ الجدتي مع السيارة كيف عبروا مسالحين بسيارة مسروقة مع جسة كل المسافة من جبال لسوريا وكيف لقوا تريفان الضحية ووين الرواية الرسمية بدأت تنفي أي بعد سياسي للجريمة وتحمل وجود السورية المسؤولية لأنه تحميل السوريين المسؤولية أهون على النظام من مواجهة إمكانية الاختيار السياسي